السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني وعزائي المهتمين بالزيتون وزراعة الزيتون في سلسلة حلقاتنا عن الزيتون القزمي اليوم حبيت اشارك معكم وجه اخر من الحقيقة وهي العيوب او نسميها التحديات التي تواجه زراعة الزيتون القزمي رغم الفوائد الكثيرة والكبيرة الا ان هناك يجب ان ننبه كمزارعين او مستثمرين على هذه النقاط اولا وهو ضعف نظام الجذور حقيقة الاصناف القزمية غالبا تطعم على اصول خاصة وهذا يجعل نظام الجذور سطحيا واقل قدرة على المقاومة الجفاف او الثربة الثقيلة وهذا يعني تحتاج ري منتظم وكذلك حتى في الاصناف اللي هي القزمية وجدت طبيعيا دائما نظام الجذور بسرعة عامة ضعيف كذلك حساسيا لجهاد البيئي حقيقة اشارت الكثير من الابحاث الا ان بعض الاصناف القزمية تتأثر بسرعة بتغييرات المناخية المفاجئة من حرارة ورطوبة خلال فترة التزهير مما يحصل تساقط كبير للازهار وضعف في العقد هذه الظروف الجوية تقلباتها قد تضر كثيرا بالزيتون القزمي كذلك من النقاط المهمة هو الانتاجية العالية في البداية ثم تراجع الانتاج وهذا بسبب الاثمار المبكر والكثافة العالية ممكن وغالبا ما يعني تكون الشجرة يعني تتعب كثيرا وبعد حوالي 12 الى 15 سنة هذه البحاث قد ممكن يحتاج لتبديل البستان كذلك حقيقة يجب انه نبه الا انه في الغالب الزيتون القزمي انتاجه منمح من الزيت يكون خفيف لكنه قليل الفينولات اللي هي مضادات الاكسادة ولذلك هذا قد يكون عائق امام الكثير من الأسواق اللي تفضل النكهات القوية ايضا هناك تحديات فنية واقتصادية حقيقة تتطلب زراعة الزيتون القزمي خبرة كبيرة وخبرة عالية ومراقبة دقيقة للري والتسميد وتقليم منتظم واكيد حصاد آلي هذه التحديات خلينا نكون منصفين هذه التحديات ما تعني ان زراعة الزيتون القزمي فاشلة بالعكس هي ناجحة جدا وهي المستقبل لكنه تحتاج الى ادارة ذكية ومتابعة فنية دقيقة تحياتي 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 تحياتي